منتخب غنيا بساو لكن هرجع تاني للنادي الاهلي وهرجع للمباريات المؤجلة مباريات كثيرة جداً 9 مباريات في 27 يوم يعني هنبدأ ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية بمباريات فاركو النادي الاهلي بيستعد لان زي ما بقول لحضراتكم الفترة اللي جاية ماتشاطة كمان ماتشاطة مهمة جداً جداً في الدوري النادي الاهلي عايز بإذن الله كل الماتشاط اللي جاية بيعتبر ماتشاط كاس يعني مباريات لا تحتمل القسم على 2 لانك انت عايز تاخد النقاط الكاملة علشان يبقى تتصدر جدول الدوري وده مهم كمان جداً جداً للعابتنا وجماهيرنا لان الدوري المصري كمان بطولة مهمة جداً جداً في مشوار النادي الاهلي السنة دي فكل توفيق فرقتنا رجعت بتتمرن كل استدادات كان فيه مباراة مبارح مع فريق النجوم فاز فيها النادي الاهلي 1-0 وكهرباء احرز الهدف كلها استعدادات وكلها يعني تدريبات خاصة للعيبة الموجودة يعني فيه طبعاً نواقص كتيرة جداً جداً ولكن كولر الحقيقة يعني بيتمرن بجدية جداً وبصرامة جداً لان الدوري مش محتاج مش محتاج انك تخسر على الأل حتى نقطة يعني نقطة او مباراة تعادل هتفرق معك جداً في مشوار الدوري كل التوفيق اللي فرقتنا العموم على عموما هنتكلم على كل ده مع حضراتكم النهاردة معنا ناقد الكبير طبعاً محلل الكرة العالمية سعيد علي هيكون موجود معنا هنتكلم على منطقة بمصر مشواره هنتكلم كمان على مشوار الأفريقية التصفيات الأفريقية المهيلة للكاس العالم والمجموعات هنتكلم عليها هنتكلم على بعض النقاط الفنية للكابتن حسام حسن في مباراة بوركينا فاسو هنتابع كمان مع حضراتكم مباراة بتقام دلوقتي أمام غينيا بساو ان شاء الله زي ما بقول لحضراتكم يعني دي الجولة الرابعة من التصفيات ان شاء الله يكون عندنا 12 بنقطة بإذن الله بعد نهاية المباراة لكن خلينا زي ما احنا متعودين مع حضراتكم